نود أن نطلع حضراتكم على هذا الخبر الذي ورد إلينا منذ قليل أنه أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة مصيرة حلقت مسافة تبلغ حوالي 70 كيلو مترا من لبنان وأصابت مبنى في قيصرية شمالية الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مباشر وأفادت كما نشاهد على هذه أو خلال هذه الصورة وسائل إعلام بأن هناك أنباء عن السهداف مصيرة ملغمة لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيصرية فيما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن ثلاث طائرات من دون طيار عبرت إلى إسرائيل خلال الساعة الأخيرة قادمة من لبنان مضيفا أنه تم اعتراض مصيرتين فيما أصابت الثالثة مبنى في قيصرية دون وقوع إصابات وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر تحليق ما يعتقد أنها إحدى المصيرات الثلاث بجوار طائرة هاليكوبتر إسرائيلية وكانت سفارات الإنذار قد دوت أيضا في عكا ونهارها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نكرر هذا الخبر لحضرتكم بأن طائرة مسيرة حلقت مسافة بلغت حوالي سبعين كيلو مترا من لبنان وأصابت مبنى في قيصرية شمالية الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مباشر وأفادت وسائل إعلام بأن هناك أنباء عن استهداف مسيرة ملغمة لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه المنطقة فيما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن ثلاث طائرات من دون طيار عبرت إلى إسرائيل خلال الساعة الأخيرة قادمة من لبنان مضيفا أنه تم اعتراض مسيرتين فيما أصابت الثالثة مبنى في قيصرية من دون وقوع إصابات وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر تحليق ما يعتقد أنه إحدى المسيرات الثلاث بجوار طائرة هليكوبتر إسرائيلية وكانت سفرات الإنظار قد دوت أيضا في عكا ونهاريا